بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ابناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان حل متراجحات مثلثية للسنة الثانية ثانوي رقم واحد أنصح بشعبة العلوم التجربية والتقنية الرياضي والرياضي حيث قال حل في المجال اي كل متراجحة مما يلي أولا المتراجحة الأولى عندنا اثنان في كوس اكس ناقص واحد أكبر أو يسئلنا الصفر عندنا المجال اي من ناقص بي إلى بي من ناقص بي بي ناقص بي مغلق مغلق والبي مفتوح عندنا ثانيا قال جذر ثلاثة زائد اثنان في كوس اكس أقل أو يسئلنا صفر مع اي يسئلنا من ناقص بي مفتوح إلى غاية ثلاثة بي على اثنان مفتوح إذا لننطلق على بركة الله في الحل المفصل ننطلق في الحل الجزء الأول قلنا قال حل في المجال اي كل متراجحة مما يلي عندنا المتراجحة الأولى اثنان كوس اكس ناقص واحد أكبر أو يسئلنا صفر والمجال من ناقص بي إلى بي إذا نكتب هنا اثنان اثنان في كوس اكس يصبح اكبر أو يسئلنا واحد لأن هذا أنقله إلى هنا صبح هنا كوس كوس اكس كم يسئل اكبر أو يسئلنا واحد على اثنان من هي الزاوية التي الكوس لديها هو واحد على اثنان أكيد تصبح هنا هنا كوس اكس يكون أكبر من كوس بي على ثلاثة الزاوية التي الكوس لديها نصف هو بي على ثلاثة الزاوية بي على ثلاثة اللي هي ستونة درجة إذا جئنا لأي له وقلنا ها هي الكوس لديها أين هو؟ ها هو الكوس لديها إنه نصف إذن من هنا من هنا إلى هنا كم؟ إنه واحد على اثنان إذن هذه هنا الزاوية هي بي كم؟ على ثلاثة دقيقوا الآن هو يريد أن يكون أكبر يعني الكوس هنا كم يكون؟ يكون واحد التسعون درجة صفر هنا الناقص واحد وهنا الصفر وما هي الزاوية التي تكون تقابلها أكيد؟ إذا كانت هذه فإسقاطها يكون هنا أكيد هذه كذلك التي تكون مقابلتها من هنا يكون لها نفس الكوس لأن هذه إذا أسقطت هكذا يكون نصف وهذه إذا أسقطت هكذا كانت نصف إذا كانت هذه الزاوية هي بي على ثلاثة فهذه كم تكون؟ تكون ناقص بي على ثلاثة لماذا؟ لأن من ناقص بي إلى بي يعني المجال الانطلاق يقرأ من هذا المكان هكذا إلى هكذا إذن ما هو المجال الذي يحقق لنا هذا الشيء؟ أكيد يكون من هنا إلى غاية هنا إذن فنقول أس ماذا يسوي؟ يسوي لنا من ناقص بي على ثلاثة يعني من هذه القيمة إلى غاية بي على ثلاثة فقط أما إذا جاء المجال الذي هو هذا إي أعطي لنا بصغة أخرى أعطي لنا مثلا إي ركزوا جيدا يسوي لنا من صفر إلى إثنان بي فالقراءة تختلف يا أبنبي لاحظوا المجال ماذا يصبح؟ إذا قال اسمعوا من الصفر القراءة تختلف من الصفر إلى إثنان بي يعني هكذا ليس مثل مثالنا هذا القراءة من هنا إلى غاية هنا هم كلهم 360 درجة لكن القراءة تختلف علينا أن نكون على دراية كيف نقرأ؟ نقرأ هكذا لاحظوا قلت كيف نقرأ؟ نقرأ من الصغير إلى الكابير نقرأ من هنا إلى غاية هنا يعني يصبح لنا S يسوي لنا من الصفر إلى بي على ثلاثة هكذا اتحاد هذه يا أبنائي إذا قرأنا المجال من صفر إلى إثنان بي لا تصبح ناقص بي على ثلاثة إنما تصبح لنا هي إثنان بي ناقص بي على ثلاثة لأننا نقرأ هكذا القراءة تتم هكذا اسمعوا جيداً هذه بعد توحيد المقام هنا الثلاثة وهنا أصبح لنا ستة أصبح لنا كم؟ أصبح لنا تسوي لنا خمسة بي على ثلاثة لما نقرأ من هنا إلى غاية هنا أصبح خمسة بي على ثلاثة أما إذا قرأنا هكذا فنقول ناقص بي إذا نصبح لنا من ماذا؟ من خمسة بي على ثلاثة إلى غاية إثنان بي يعني إلى غاية هنا حتى نفهم جيداً لاحظوا النقاط تبقى هيهي لكن المجالات إذا اختلفت تختلف أشياء هنا المجال كل قراءتهم مجابة أما هذا المجال يحمل النص سالب والنصف مجب هذا ها هي السالب وهذا المجب أما هنا لاحظوا صفر إلى غاية بي على ثلاثة مقبول ومن خمسة بي على ثلاثة إلى إثنان بي نعم مقبول أما إذا قرأناها بلغة أخرى فلا يمكن أن نجد والأمور صحيحة فقط بعدما أنهينا مع هذا المثال نأتي الآن إلى المثال الثاني قال كذلك جذر ثلاثة زايد إثنان في كوس إكس أقل أو يسوي لنا صفر مع إي من ناقص بي إلى ثلاثة بي على إثنان إذن ننطلق هنا إذن تصبح لنا هكذا إذن نقلنا هذا الجزء إلى هنا فماذا ينتج ينتج لنا ماذا تصبح لنا إثنان في كوس إكس أقل أو يسوي لنا كم ناقص جذر ثلاثة إذن وبما أن هذا يأتي يأتينا إلى هنا فتصبح لنا هكذا تصبح لنا هنا على إثنان ومن هنا نقوم بحذفه الآن ما هي الزاوية التي لاحظوا الكوس لديها أولا يكون جذر ثلاثة على إثنان أكيد هي بي على ستة دقيقوا أرجوكم إذا جئنا إلى بي على ستة هي الثلاثونة درجة لكن الكوس هذا الآن وقع في الجهة السالبة أكيد تصبح لنا إما هذه أو ماذا أو هذه حيث الكوس في القيمة السالبة ها هي قيمة الكوس في هذا الموضع دقيقوا أرجوكم حتى تتعلموا إلى هذه الأشياء إذن الكوس هنا إذن هذه الزاوية من هذا المكان إذا قلنا هذه من هنا إلى هنا هي بي على ستة فالآن تخيلوا لو نقول هذه كم تصبح تصبح لنا هي بي ناقص بي على ستة دقيقوا أرجوكم وهي كم؟ وهي أكيد بعد توحيد المقام تصبح لنا خمسة إذن خمسة بي على ستة أما هذه الزاوية هنا بما أن المجال أعطينا هذا ما هو المجال الذي أعطي لنا؟ أعطي لنا من ناقص بي من هذا المكان إلى غاية ثلاثة بي على إثنين يعني إلى غاية مئتين وسببون ها كذا ها كذا إلى غاية هنا هذا هو المجال الذي أعطي لنا دقيقوا أبنائي إذن أولا أين يكون الكوس أقل من هذه القيمة؟ اللي هي كم؟ هذه القيمة إذا جئنا للتي أريكم هنا إياها باللون سوف نستعمل اللون الأفضل اللون الأحمر هذه قلنا كم؟ إنها ناقص جذر ثلاثة على إثنان إذن قلت ناقص جذر ثلاثة على إثنان فهنا تصبح لنا إذا كان هذا المجال هو هنا عندنا ناقص بي فهنا كم تصبح؟ تصبح لنا ناقص خمسة على ماذا؟ على ستة لأن إذا انطلقنا هنا بالسالب لأن هنا يوجد لنا جزء هذا يحمل القيم السالبة هنا وهذا يحمل القيم مجابة لكن إذا أكملنا الدورة دقيقوا يعني من هنا ها كذا إلى غاية ها كذا مرة أخرى إلى غاية هذا المكان فتصبح لنا هذه هي نفسها بالاتجاه الموجب اللي هي كم يا أبني؟ إنها سبعة بي على ستة دقيقوا أرجوكم إذن لاحظوا يعني هذه ها كذا إلى هنا إنها ناقص خمسة بي على ستة ومن هنا إلى هنا إنها خمسة بي على ستة أما إذا أكملنا الطريق من هنا هكذا إلى غاية هذا المكان فتكون سبعة بي على ستة الآن أين يكون الكوس أقل من هذه القيمة؟ أكيد الكوس يكون أقل في هذه الأماكن لأن الكوس هنا يكون ناقص واحد إذن أين هو المجال الذي نحتاجه؟ هو هذا المجال دقيقوا جيدا الآن كيف نقول؟ سبحانا أس يساوي من ماذا؟ من هذه القيمة اللي هي من ناقص بي إلى غاية هنا هذا المكان كم؟ إنها ناقص خمسة بي على ستة هكذا اتحاد من ماذا؟ من هذا المكان إلى غاية هنا لماذا أبني؟ لأن المجال ما زال قلنا اسمعوا جيدا المجال الذي قلنا عليه هو من هنا إلى غاية هكذا قلنا إلى غاية هنا إذن فنقول كذلك هذه نقرأها من هنا إلى غاية هذا المكان بالاتجاه الموجب لاحظوا كم تكون؟ تكون لنا من خمسة بي على ستة إلى غاية سبعة بي على ستة حتى نفهم الفكرة جيدا لاحظتم؟ هكذا الآن أبنائي قد وجدنا إذن لماذا؟ لأن هنا قضية قضية مجالات كيف تقرأ فقط قلنا ننطلق من ناقص به إلى غاية انظروا هكذا ثم نكمل الدورة إلى غاية هنا دورة وربع فالمجال الذي درسناه من هنا إلى هنا لكن كيف نقرأه؟ نقرأه من هذا المكان لاحظوا من هنا إلى غاية هنا هكذا ثم من غاية هذا المكان إلى غاية هنا هذا بالاتجاه الموجب انظروا إنه كم؟ إنه سبعة بي على ستة فقط أبنائي وفي الأخير أبنائي وبنات الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على روح أمي الطاهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ مور الدين ليصلكم جديد لمستمرار ووفقكم الله إلى ما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته